أفدت قيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية اعتقلت متاجر بالعضاء البشرية وضبطت مواد منتهية الصلاحية وأذكر بيان للقيادة بأن القضاعة الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل ملاحقتها لعصابة جريمة المنظمة والخارجين على القانون والعابثين بقوت الشعب حيث تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من الاستخبارات وأمن بغداد ومكتب تحقيق الكرخ لمكافحة التجار بالعضاء البشرية في منطقة البيع وبيانات مفرزة من الجهاز الأمن الوطني مسندة بقوة من استخبارات وأمن عمليات بغداد تمكنت من ضبط وإطلاف كميات كبيرة من مواد غذائية متاهية الصلاحية في ناحية رشيد جنوب بغداد ضمن قطاع الكرخ ترجمة نانسي قنقر